ما زالت تفاصيل سرقة الأموال الضريبية المعروفة بسرقة القرن تتوالى وتكشف عن مزيد من الحقائق التي تدين جهات متنفذة وتتمتع بسلطات واسعة في العراق والتي تسببت بنهب ما يزيد على 300 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 في تحقيق استقصائي أجرته مجلة إيكونوميست البريطانية كشفت فيه عن مشاركة سبع ميليشيات مرتبطة بالأحزاب الحاكمة بالاستيلاء على أموال الضرائب مشيرة إلى أن اللصوص يتقاتلون فيما بينهم في العلن لكنهم يعملون معا لإثراء أنفسهم بغض النظر عن المواقف السياسية والطائفية التحقيق أعاد تأكيد ما بات العراقيون يعرفونه ويعيشونه واقعا يوميا من أن الميليشيات أصبحت الآمر الناهي حيث تحظى كل ميليشيا بجناح سياسي وإمبراطورية تجارية ناهيك عن أنها تفرض نفوذها في جميع مفاصل الدولة وحتى أولئك الذين لا يمكن الشراء ذمامهم يكونون عرضة للتهديد بطريقة سوف تغادر العراق ميتا وبحسب إيكونوميست فإن مليارين ونصف المليار دولار وهو مبلغ يعادل ميزانية الرعاية الصحية في البلاد بالكامل نقلت بشاحنات في وضح النهار بموافقة كبار المسؤولين الذين يديرون نظام محاصصة وضعته أمريكا بعد احتلال العراق ويتقاسمون المناصب والثروات بينما يعيش معظم الشعب على الكفاف التحقيق الاستقصائي يذكر مجموعة من الأسماء التي ساهمت بالتمرير سرقة القرن في مقدمتها رئيس مجلس القضاء فائق زيدان فضلا عن الاتهامات المتبادلة بين حكومتي الكاظم والسودان مشيرة في هذا الصدد إلى تأكيد أعضاء من معسكر الكاظم علاقة نور زهير بالميليشيات الولائية المرتبطة بإيران لكن التحقيق يؤكد أيضا أن الكاظم تهرب من الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بمسؤوليته عن السرقة لا يوجد أي دليل على أن أموال هربت عن طريق المطار والتحقيقات أثبتت أن الأموال كانت موجودة في العراق وبأقارات تمشيها في داخل العراق هذه فقط الشاعات تحقيق الإيكونوميست يصل إلى نتيجة مفادها أن الجانبين ظالعان في سرقة القرن لا سيما وأن كوميديا التصريحات وصلت إلى حد أن لص القرن نور زهير يقول بأنه مواطن يحترم القانون وينفي التهم الموجهة إليه ليخلص التحقيق في النهاية إلى عبارة توجز واقع العراق اليوم بأنه ليس هناك رجال شرفاء داخل العملية السياسية التي تحكم البلاد